ومن بيروت تنظم إلينا كلودي أبي حنّا مراسلة الغد إذن كلودي ما جديد الأوضاع لديك في ظل هذه الاحتجاجات؟ لبنان على صفيح ساخن والجو مسموم هذا هو الوضع باختصار في لبنان كان هناك في خلال النهار محاولات لقطع الطرق لإعادة بث الحماس لدى الناس للنزول إلى الشارع ولكن كانت هذه التحركات الاحتجاجية متقطعة ولم تدم وقتا طويلا لأسباب متعددة قد يكون المواطنون في لبنان يأسوا من إمكانية التغيير ولكن يبقى الاحتقان هو السائد وقد تعود شرارة معينة وتشعل الشارع في لبنان في أي حال الآن اللبنانيون على احتقانهم على غضبهم ينتظرون ما ستكون عليه الآلية لموضوع الوقود وتأمين المحروقات في لبنان وأيا كانت هذه الآلية سيتم دفع الثمن من جيوب اللبنانيين من الاحتياطي الإلزامي الذي أكد حاكم مصرف المركزي أنه مضطر لأن يستخدمه في حال أقرت السلطة التنفيذية كما السلطة التشريعية استخدام هذا الاحتياطي لتلبية الحاجات للدعم واستيراد المحروقات الأمر ينتظر الأيام القليلة المقبلة للتأكد بما إذا كان رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان الدياب سيوقع على مرسوم استخدام هذا الاحتياطي الإلزامي أم لا وفي كلا الحالين كما ذكرت سيكون الوضع صعبا في حال وقع على المرسوم يعني ذلك أن أموال المودعين باتت في خطر كبير إذا ما تم دفعها لاستيراد المحروقات ليس مؤكدا من أن يتمكنوا من استعادتها وإذ لم يتم استخدام الاحتياطي الإلزامي سيكون اللبنانيون أمام خطر شح الوقود أيضا وكيفية التنقل وعدم وجود وسيلة للتنقل وإزدياد طوابير السيارات أمام محطات الوقود إذن يوم إضافي من الأزمة المقفلة في لبنان ليس من إمكانية لحل وهذا كله ينعكس على ارتفاع إضافي في سعر الدولار مقابل العملة الوطنية اليوم تحليق جنوني آخر وقد لامس الدولار 16 ألف ليرة لبنانية جولة صغيرة في شوارع العاصمة اللبنانية تظهر كم أن الناس قلقون من الآتي وخائفون من المستقبل القريب وما يحمل إليهم من خطات إضافية لأنه أي حل سياسي لا يبدو متوافرا حتى الآن ليأتي بالحل الاقتصادي ولو أن أوساط رئيس البرلمان تؤكد أن مبادرته لا تزال قائمة من أجل إيجاد هذا الحل ولكن لا شيء عمليا حتى الآن يفرج عن هذا الضيق الكبير الذي يعاني منه اللبنانيون إذن كلودي أبي حنة مراسلة الغد من بيروت شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر